بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله وبعد يقول الحق سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض أي أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء في هذا الكون بيده مقادير العباد من أراد شيئا فليطلب ما أراد من الله سبحانه وتعالى مستعينا به واثقا في عطائه عالما بقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء يقول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف عظيم إن روح القدس أي سيدنا جبريل عليه السلام نفث في روعي أي روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته في هذا الحديث الشريف يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد شيئا من عند الله طلبه من الله سبحانه وتعالى وطلب الأمر من الله لا يكون إلا بطاعة الله لا ينبغي للإنسان أن يطلب ما أراد بمعصية الله لأن الذي تعصيه هو الذي يملك ما أردت هو الذي يملك قلوب الناس حولك هو الذي يملك مصيرك ونجاحك وتفوقك فالإنسان يجمل في الطلب أي يعتدل في طلب ما أراد لأنه لن ينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى له وهذا ليس في كسب المال فحسب وإنما فيما ابتغى الإنسان في هذه الحياة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى أن تحفظ الرأس وما وعى أي تطلب ما أردت من وعي ومعرفة بحفظ حدود الله ومحارمة وأن تحفظ البطن وما حوى أي أن تراعي الله سبحانه وتعالى وتطلب الحلال في المال من رزق الله سبحانه وتعالى بما أمر وفي حدود ما أمر وشرع سبحانه وتعالى تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ومن أرد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياة الإنسان وهو يطلب ما أراد من الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى عليه أن ينتبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وفي رواية مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس الإنسان أحيانا يرى حلال محت أو حرام محت هذا لا إشكل فيه يعلمه جميع الناس أما أن يرى شبهة بين الحلال والحرام فيرتاب ولا يدري أهي حلال أم حرام في هذه الحالة يستبرئ لدينه وعرضه كما قال صلى الله عليه وسلم هذا المال حلال أم حرام شككت فيه علي أن أتيقن حين طلبي الحلال من الله سبحانه وتعالى في المال هذا الفعل محرم أبليس محرما علي أن أتحرق قبل أن أطلب هذا الفعل لأن الإنسان لن ينال ما عند الله سبحانه وتعالى إلا بطاعته يقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحرام يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه الإنسان يحافظ على حدود الله وعلى حرمات الله ولا يبتغي ما أراد إلا بطاعة الله وبالحرص على أن يكون في طريق أحله الله سبحانه وتعالى حتى يحصل ما أراد المرأة كانت توصي زوجها قديما حين خرج إلى العمل تقول له اتقل لها فينا ولا تطعمنا حراما فإنما نحن بك وإنما لا نصبر على نار جهنم وإنما نصبر على جوع الدنيا هذا هو المعيار المرأة الأسرة سبتون بعضهم يتواصون فيما بينهم الغاية أن لا نأكل حراما الغاية أن لا يدخل في بيتنا شيء إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى نتعاون على ذلك لماذا قد تكون الأسرة قد تكون الزوجة أو قد يكون الزوج دافع عند الطرف الآخر لأن يأخذ المال من حرام حتى يوفي المطلوبات حتى يوفي ما أراد والناس يتواصون بالحق والصبر كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين